أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل خليني أبتدي ليه المسيح هو الحل كل الكتاب المقدس بعهده الجديد والقديم كتب عن يسوع المسيح مفيش نبي كتب عن نبي اللي بعده كل الأنبياء نبقوا على شخص واحد هو المسيح لما الوحي يهتم بولادة شخص ويكتب أداء التفاصيل عليه زي البلد اللي حيتولد فيها قال كده أما أنت يا بيت لحمة أفراطة وأنت صغيرة أنت تكوني بين ألوف يهوزة فمنك يخرج شوفوا بتك على إيه للذي يكون متسلطاً على إسرائيله وما خارجه منذ القديم منذ أيام الأزل كلام دقاكوا فيه كويس أو كل كلمة فيه تتوزن بالألماص وكمان البلد اللي حيروحها المسيح وهو طفل بيقول كده من مصر دعوتي ابني المسيح فعلاً هو طفل راح مصر والأصعب من كده أنه كان مولود علشان يموت كلنا مولودين عشان نعيش هو الوحيد اللي جاي عشان يموت المسيح قال كده قال إيه وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيراً المسيح اللي بيقول عن نفسه كده ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل ويقتل ده المسيح اللي بيقول كده وبعد ثلاث أيام يقوم وكيف هو مكتوب عن ابن الإنسان أن يتألم كثيراً ويرزل ده مكتوب كده في الإنجيل والمسيح اللي قال وفي مزمور 22 لدوود وأشعية 53 وطبعاً الموضوع ما كانش موت المسيح وانتهت قصة المسيح لكن كان مكتوب عن المسيح أنه سيقوم من الأموات في اليوم التالت وقام المسيح حللويا هو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداء بكر من الأموات لكي يكون هو متقدماً في كل شيء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه لما قام كان مع التلاميذ لمدة 40 يوم والمرحلة قبل الأخيرة بقى صعد أمام أكتر من 500 شخص يبقى المسيح مات وقام كل ده كان معروف بعرفنا الإنجيل أنه سيقتل في آخر الأيام ليدين الأحياء والأموات يعني المسيح حييجي بغتة زي يوم الطفان حييجي المسيح زي وقت ما حصل أيام لوت إلحى نفسك أخي وأختي إقبال المسيح إنه مات من أجل خطاياك وقامن بين الأموات ولو قابلته ستكون لك الحياة الأبدية ولو لم تقبل المسيح ولو لم تقبل ما فعله المسيح من أجلك أقول لك خبر وحش قوي سيمقس عليك غضب الله تعالوا وقبل المسيح أرجوك ما تهونش اليوم الأخير مفهوش أنا ما عرفتش أنت عرفت أنت سمعت الرسالة تعال المسيح يكون لك حياة أبدية ولن يكون عليك غضب الله المسيح أقول عليك